لقي ثلاثة أشخاص حتفهم بعد هجوم استهدف مجموعة من السياح الإسرائيليين في بلغاريا الهجوم الذي استهدف حافلات كانت تنقل سياحاً إسرائيليين إلى مطار بورغاس أدى أيضاً إلى سقوط العشرات من الجرحى بحسب بيان لوزارة الداخلية البلغارية بعض المصادر الصحفية أكدت أن هذا الهجوم استهدف ثلاث حافلات وأدى إلى انفجار واحدة منها